منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس واحد من الفرق الرياضية المصرية التي تمكنت من التدويج بميدالية برونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 20-24 يضم المنتخب 12 لاعبا قدموا أداءا مميزا وجهدا مشكورا ويحمل كل منهم حلمه الخاص ويضع مصر نصبه عينه لم تمنعه إعاقته من أن يحقق النجاح في اللعبة التي أحبها منذ صغره ولم يحل تجاوزه الخمسين عاما من أن يمارس الكرة الطائرة جلوس وأن يسهم في تتويج منتخب مصر بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 20-24 إنه عبد النبي حسن بن قرية أدوية بمحافظة بن سويف حصلت على أفضل لبرو في العالم في البطولة وحصلت برضو في نفس البطولة على أفضل استيبال كرة أولى في العالم والحمد لله دي يعتبر الدورة البرالمبية السابعة لها على التوالي محق الحمد لله ثلاث مدليات أولمبية ولعب أكتر من عشر بطولات عالم ولعبت حوالي 22 بطولة أفريقيا وإحنا أبطال أفريقيا على طول بدأ بطلون البارالمبية مشوار كرة الطائرة جلوس في عمر الثالثة عشر بعد اكتشاف موهبته حيث شارك لأول مرة في كأس العالم عام 1998 مرورا بالعديد من البطولات القارية والعالمية والتي وصلت إلى عشرين بطولة أفريقية وسبع بطولات كأس عالم وخمس بطولات كأس عالم للقارات وسبع دورات أولمبية وشارك في تتويج منتخب مصر بطلا لأفريقيا منذ عام 1995 وحقق معه ميداليتين أولمبيتين دعم الدولة لزولهمم زاد بعد تولي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة بدأ الاهتمام بنا بعد ما لعبت دورة ريودو جانيور في 2016 وحاقة مدليا سيادة الرئيس ما فرقش ما بيننا وبن الأسواق كان الأول ما يحفظش كلام ده يقول عبدالنبي إن العمر مجرد رقم حيث لم تقف الإعاقة حاجزا أمام طموحاته وأهدافه فقد تخطى الثانية والخمسين من عمره وظل محافظا على صحته وموظبا على التدريب المستمر حماية للياقته البدنية مما أسهم كثيرا في المشاركة مع منتخب مصر وحصد البطولات ورفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل ترجمة نانسي قنقر